مش هنتقدر يتفهميها كتير منها وبالتالي تحفظيها بطريقة أسرع حوالي الشيء إحنا لما بنتكلم أو نسرد أحداث صارت في الماضي فنحنا بنستعمل تانس اسمه لباسي كومبوزي يعني الماضي المركب سوايا الماضي المركب من اسمه هو مقلف من تو بارتس هاي دي البارت الأولى وهاي دي البارت التاني البارت الأولى يابيكون قاتر يابيكون أفوار طبعا ما بحط اتنين أكيد لا يا أتر يا أفوار أما البارت التانية يبارتسيب باسي أو متل مقالة سلمة اسمه فوله شون أفعال اللي بتتصرف مع أتر طبعا نحنا بنحفظ أفعال أتر لأنه كل الباقي رح يتصرف مع أفوار واضح الفكرة سيد وجمانا وسلمة لو حفظنا باربيت هول اللي بيتصرفوا مع أتر كل شي فيه بعدين أفعال في اللغة الفرنسية رح تتصرف مع أفوار أفوار أكي فإذا طبعا شو هني متل ما قالت سلمة سيبريباري سميزي كل أفعال الضميرية يعني اللي بتبدأ بسو واس أفوصوف كلهم من دون استثناء بيتصرفوا مع أتر وبيتزيدوا عليهم أنتري أريفي ألي مونتي ناتر سورتير بارتير ربنير دسندر مورير رتورني باسي رسي وعليكم السلام أهلا سهلا يا أسمات أخارتي اليوم ما قالك بالعادة ما عارش يميزكو يلا ولا يهمك أسمك تعمقول المرة الجاية بدي بلش حط لكم النوتات للكل كرمال الريبوتس على الحضور على التجاوب على الالتزام وعلى الواجبات فهلأ عم برجع عادي ما أنه سيد موجود بس هاي دي البرت لأنه بدي يكمل بالبرت التانية فكنا قلنا أن الباسي كومبوزي هو فعل الزمن الماضي المركب من دو بارتي البرت الأولى هي أو أفوار أو أاتر والبرت التانية هي بارتي سي باسي هلأ اللي مع أاتر طبعا نحنا حاليا رح نحفظ طبعون أاتر ليه؟ لأنه مدى ما حفظنا الأفعال اللي بتصرف مع أاتر كل باقي الأفعال رح تتصرف مع أفوار أول شي عندي الأفعال اللي بتبدأ بسو يعني ذو الضميرين أو أس أبوستروف والأفعال اللي بقل بالتابل هول بتصرفه فقط مع الفيرب أاتر طبعا هول هني نفسهم الأفعال على شكل صور وصلنا هلأ على البرت سي باسي يعني اسم المفعول طب أنا حطيت فيرب أفوار وحطيت أو حطيت فيرب أاتر ولكن عندي اسم المفعول يعني هو الفعل نفسه بهيئة شوي بتختلف عن الهيئة اللي هو فيه لازم نكون فهمين وحافظين أنه أفعال المجموعة الأولى اللي بتاخد إي آر كلهم تقريبا رح ياخدوا أكثر مثل رمز C L الأفعال اللي منتهية بإي آر رح تنتهي بإي كم فيني صور T شوازي وبرتي طبعا لكل قاعدة شوازي جماعة وكل هاياتنا بنعرف هيدا الموضوع أول طيب الشوازات هو الأفعال اللي شايفينه هلأ قدانكن أفعاله بياخدوا O I R بالآخر يبقى الأفعال اللي بتاخد O I R كيف بيصير اسم المفعول مفعول تبعه بكل بساطة يا جماعة الفربيت اللي ياخدين O I R رح تتحول O I R ل U O I R U لو فيه V رح أشيله كمان يعني رح أعمل لها دروب مع O I R V كمان نفس الشي ولكن ال V هي واللي قبله يعني هارجعي لو الفربي بياخد بس O I R رح أعمل دروب لل O I R وحطيو لو الفربي بياخد V O I R رح شيل كل شي من عند ال V O I R وبشيل كل الحروف المتحركة اللي قبله المتحركة يعني ال E فإذن لهون لأيكو رسو المتحركة يعني لهون لأيكو لأيكو شفتوا كين V O I R كمان كل المتحركة قبله A صارت سو V O I R كل المتحركة قبله P إذا بنفهمون بهذه الطريقة حيكون حبزون سهل عليكم أكتر يبقى باختصار جماعة أفعال O I R بشيل O I R وبحط U ولو كان ولو كان عندي V O I R رح تشطب ال V O I R وأشطب قبله أي حرف متحرك شو الحروف المتحركة A E I U O and Y تمام كل اللي قبله لوصل للحرف المطلوب وبعدين بحط مكانهم U معده وار بتصير V يعني ما بشيل V منه وار بتصير U واساسوار بتصير C هولي كمان شواز على هالقاعدة نفسه دكر طب يا شبيب مين عند السؤال لعنده دكر أي سؤال سيد عندك شي سؤال به البرتي حبيبي جمانة سلمة أسمى لا يميس تمام تمام سيد منا كم ترد سيد سامعني يا سيد سامعك مش تمام تمام رح نكمل البرت التانية اليوم رح زيد عليها لها دير رول تابلو واحد مش رح زيد اكتر تابلو الواحد اللي رح زيد ه هو افعال اللي بتاخد RIR اللي بياخده RIR رح اشتب RIR وحط مكانها ERT هون رح اطلب من سلم 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 بليز خديلي سكرينشوت اول الشي له هايدي البيج كل وبس نخلص الساشن او هلأ دغري حبعتية على الجروب تمام الصفحة دي ايه هايدي يلا بس هتغذي لسكرينشوت قريلي اخذت ايه اوكي سلم رجعي كمان خديلي بس لأول تيبل يعني بس هيدا بس هيدا هاشطب هون مشال لو التاني تعرف انتم مسؤولين اوكي فيك تنزلي على الجروب بعد شويل نخلص كل شي هلأ برجع وبذكر يا شباب ويا صبايا هني يعني تبعية اسم المفعول يعني لما بيكون عندي فرب اتر ففرب اتر اذا بتذكر وقلتلكون هو من الافعال اللي بيسمح لل ياخد من اي حدا اي شي يعني اللي سورتي عندي فرب اتر اللي سورتي فرب اتر اللي سورتي فرب اتر يعني انا